بهدف تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمستثمرين بحث الدفاع المدني وهيئة الاستثمار أوجه التعاون المشترك بما يجسد مفهوم الاستثمار الآمن أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبدرب البزايع خلال لقائه اليوم أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة والوفد المرافق له على أن الدفاع المدني يسعى لتحقيق مفهوم الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر ضمن منظومة وطنية قوامها التشاركية البناء بين مختلف المؤسسات الوطنية فرصة عظيمة وفعلا وأنا سعيد جدا أن نتبحث في موضوع الاستثمار والمستثمرين لأنه هاجس رئيسي أقولا عن سيدنا الله طول عمره ودائما نقطة بحث ونقاش أنه احنا المستثمرين نساعدهم ونقدم كافة تسلاتهم الدفاع المدني كافة فروعه يعني عنده تعليمات توجهات من خلال إدارة مختصة عندنا اسمها إدارة الوقاية وهاي اللي تصدر التعليمات أو الإدارة الرئيسية اللي ذو علاقة مع موضوع المستثمرين من جهته ثمن أمين عام هيئة الاستثمار الدورة المحوري والفاعل لجهاز الدفاع المدني في تسهيل مهمة المستثمرين لا سيما في التسريع في إنجاز معاملاتهم وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الآمنة مشيرا إلى أهمية وجود ضابط ارتباط للدفاع المدني في هيئة الاستثمار لغايات التنسيق والتسريع في إنجاز معاملات المستثمرين يعني حقيقة قد ما نحكي عن جهاز الدفاع المدني ما نعطي حقه بجهود كود جبارة على كافة الأصعد وفي لنا علاقة وطيد مع جهاز الدفاع المدني فيما يتعلق في المناطق التنسيق والحرية كون نحن كهية الاستثمار مسؤولين عن هذه المناطق يشار إلى أن الدفاع المدني يعقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين للتسهيل في إنجاز معاملاتهم وتذليل كافة الصعوبات والمعيقات التي قد تعترض العملية الاستثمارية والإنتاجية